نحفيز اللعيبة والسحامد وإعدادهم نفسياً النادي الأهلي أخذ قرار في الفترة اللي فاتت بتعيين أو إضافة معد نفسي وزهني الدكتور أحمد أبو الوفا للجهاز الفني في مهمة التأهيل النفسي للعيبة في مثل هذه المباراة رأيك في الخطوة ورأيك في دور التأهيل النفسي مع اللعيبة في الجيل الحال لا يوجد فريق كبير ما فيش ضمن الجهاز بتاعه الطبي معد نفسي أو طبيب نفسي على أساس أنه هو بيبقى اللي هي الكلام اللي كان بيتكلم فيه إنه اللعيبة تبقى متوترة أوي أو مش متوترة هو بيبقى حاسس بيها ويعرف يتعامل معها دائما عارف مفاديح كل واحد أنا بس مسألة السوشيال ميديا دي الحقيقة أنا أتمنى مخلصاً أنه الكابتن سيد عبد الحفيز يوقف أي علاقة بين اللاعبين وبين السوشيال ميديا لأنه الحقيقة ممكن على التلفون على الداة نعم لو قفلوا الواي فاي هو عموماً هو فاضي اليوم إن شاء الله اليوم لا لا حتى حتى عموماً ليه لأنه فيه 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 ناس بيعني فيه حاجات ممكن تخلي اللاعب يستفاز فعلاً وأنا يعني كيف نتعامل مع إنه إحنا عندنا الآن تقريباً ميت مليون عبد المجيد نعمان وناصف سليم ونجيب المسكاوي يعني بالسنين عشان يقولهم هو الأهل كان كويس بدرجة كام بالسنين الدرجات بتاعة اللاعبة ليه لأن دول ناس خبراء ناس لعبوا ناس بيفهموا الآن كل واحد بيتطوع هو ويتصرف كما لو كان الخبير الأول والمعد النفسي الأول ومدير الكورة الأول فبيقول كلام في كل مجال والسياسي الأول أيه طبعاً دي قصة مقبولة في حدود إبداء الرأي ولكن فرض الرأي والقصوة والإقلال من رأي اللي قدامه والإقلال من مستوى اللاعب لأنه ما قدلوش اللي هو عايزه كل واحد عايز حاجة في لعيب يعني اللي بيحب الترئيس عايزه اللعيب المهاري اللي بيحب التهديف عايزه اللعيب يعني طبعاً النجم الكويسي يبقى عنده كل المهارات دي ولكن وفي ناس بقى بتبقى دخل عشان تحطم لعيبة ودي ما تشعرك التليفوني قصة لحد ما لوش علاقة بأي حاجة وأصبح هو مهمته الضرب في النادي الأهلي الضرب في كيان النادي الأهلي الضرب في استقرار النادي الأهلي لسه كتب في جروب لفت نظر يبقى له عشرة تيام والحمد لله أنه هو بيعلن على أنه كاره للأهلي يعني هو مش بس بيكتب كمية من الأكاذيب والأحداث المغلوطة والاستفزاز غريبة عشان كده أنت بقى لو انصقت في الرد على الكلام ده ألا ألا هيفتك عن مهمتك الرئيسية صحيح بس هي القضية أنه إلى أن يصبح هذا الموضوع مفهوما لدى الجميع فعلينا أنه نتجاه طب علينا